السيد المستشار دريس الردي باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بسم الله الرحمن الرحيم سيدين الرئيسين المحترمين سيد رئيس الحكومة المحترم السيد الوزراء سيد سفير دولة فلسطين المحترم سيدات السادة البرلمانيون أتدخل باسم فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في هذا الموضوع سيد الرئيس إخوة الأعزاء لقد كان لمواقف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياداه رئيس لجنة القدس والمتمثل في الرسالة الموجهة إلى ترامب حيث كان جلالته واضحا وجرئا ومسؤولا وحافظا لحقوق الشعب الفلسطيني في سيادته على القدس ونبه إلى قد ما يكون لهذا القرار من تأثير على الدور الرياضي لأمريكا كراعية للسلام ولقد كان لمواقف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياداه وقعون دولي حيث جاء أرد العديد من الدول العربية أو إسلامية بل موقف تكتلات في حجم الاتحاد الأوروبي وهيئة أممية في حجم الأمم المتحدة منسجما مع مضمون الموقف الملكي السامي قرار ترامب هذا ضرب عرض الحائط المواتق الدولية ومصار مسلسل السلام قرار ترامب لم يحترم تحالفات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية قرار ترامب لم يحترم أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين قرار ترامب تجاوز التريت الذي طبع سابقه من الرؤساء منذ سنة 1995 حيث أقر الكونغرس الأمريكي ضرورة اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والعمل على نقل الصفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قرار ترامب تجاهل الوضع الهج الذي تعرفه ليس فقط منطقة السرق الأوسط بل كل دول العالم وأعطاه دريعة كبيرة لمحترف الإرهاب العالمي بكل أشكاله وأنواعه على الاستمرار في نصر الكراهية بين الشعوب والديانات والتقافات مستغلة من جديد تجنيد الشباب العربي والمسلم الفاقد للأمل واليائس من المستقبل والمتعب بنوائب النزاعات والصراعات داخل الأمة العربية والإسلامية إن عقد برلمان المغربي لهذه الجلسة المستركة بين مجلسيه ومسيرة الشعب المغربي بالأمس تجزيد آخر للحس القومي لدى برلماني الأمة وانسجامهم مع المواقف التابتة رسمياً رسمياً كانت أو شعبية من قضايا تحدد مصير الأمة العربية والإسلامية جمعاً ما يريد ترامب من هذا القرار منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ عدة قرارات معظمها تحكم فيها منطق المعاكسة والمشاكسة مثل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات دولية حولها إجماع مرتبطة بمصير القرى الأرضية ومستقبل شعوبها وهو يتخذ قراره اليوم يهدد الاستقرار والأمن والسلام العالميين ويؤجج روح العداء والعنف والعنف المضاد والصراعات بين الشعوب لا أصبحت اليوم لا تفهم مواقف هذا الرجل ولا نستطيع استساغة قراراته لا من حيث التوقيت أو الطبيعة ماذا يريد هذا الرجل بهذا القرار لقد أحرج حلفاء أمريكا سواء في الدول العربية أو الدول الإسلامية زعزع مناختقة بين شعوب المنطقة وكرس جو الفتن والصراعات وأججج عداء الشعوب العربية والإسلامية للولايات المتحدة الأمريكية ماذا يريد ترامب بهذا القرار أجزم وضع أمريكا كراعي للسلام في الشرق الأوسط وأجهز على كفاءتها في إدارة مفاوضاتها للسلام أراد هذا الرجل أن يقضي على أمل الشعوب بالمنطقة في نعمة الأمل والاستقرار أراد هذا الرجل أن يسجل التاريخ أن الولايات المتحدة الأمريكية وفي ضرفية عصيبة اتخذت قراراً يسيء لها ويضرب عرض الحائط كل المجهودات التي بذلتها حكوماتها المتعاقبة من أجل إحلال السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط والعالم ولكن نقول لترامب ورب ضر نافع وكما يقول تعالى عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم فقد أعدتم بقراركم هذا القضية الفلسطينية إلى الصدارة والاهتمام الدوليين ولا سيما الشارع بالعالم العربي والإسلامي وستكون إن شاء الله انطلاقاً لمراجعة النظام العربي المتشتد في أفق ترميم الصفوف العربية وتكتيف جهودها وإعادة النظر في أولوياتها أقول ما كان ليجرؤ هذا الرجل ما كان ليجرؤ على هذه المغامرة لولا الوضع العربي المتأزم والنتائج الكارتية لما سمي بالربيع العربي والواقع الذي أصبحت عليه دول عربية وازنة في كل معادلات الشرق الأوسط من عراق ويمن وسوريا وليبيا وغيرهم وهو ما يقتضي مواجهة أسبابه وتداعيتها ومعالجة إشكالياته بكل تضامن ومسؤولية بعيداً عن الحسابات السياسية المفتعلة والخادمة لمصالح صغرى على حساب مستقبل الشعوب العربي والإسلامية وأنظمتها وحقها في التنمية والازدهار والاستقرار أختم بقوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأقول للترامب فللبيت رب يحميه عاشت فلسطين وعاصمتها القدس الشريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته